شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم احمدان وزير شؤون الكهرباء والماء في المنتدى العربي السادس للمياه الذي يقام في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث حضر سعادته الافتتاح المشترك للمنتدى والذي تم التأكيد خلاله على أهمية تحقيق الأمن المائي والاكتفاء الذاتي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على المياه وزيادة انتاجية المياه وتحسين جودتها لدورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى هامش مشاركته في الحوار الوزري رفيع المستوى أكد سعادته على أهمية انعقاد المنتدى العربي السادس للمياه في الوقت الحالي خاصة في ظل تزايد الاستهلاك والتغيرات المناخية ما يستدعي تكاتف جميع الأطراف لوضع حلول مستدامة وسياسة الرشيدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية